في حوالي أربعة أشهر من 2018 تم تهريب ما يقارب 12 مليون دولار تورط فيها حوالي 26 شركة وشخصا طبيعيا عند عمليات الاستيراد والتصدير حسب البيانات التي تحصلت عليها الشرق نيوز من مصالح الجمارك وبعد إجراء عمليات المراقبة الجمهورية اللاحقة تم الكشف عن هذه الأموال المهربة ومثلت حوالي 62 قضية حيث تم تغريم المستوردين الذين ارتكبوا مخالفات الصرف بنحو أكثر من 6 ملايير دينار وإدخالهم في القائمة السوداء للغشاشين وحسب ما أوردته مصالح الجمالك للشرق نيوز فقد تم تغيير أسلوب التلاعب في إخفاء عمليات تهريب الأموال عن طريق التلاعب في الكميات المستوردة بعد أن كانت سابقا تعتمد أسلوب التحايل في القيم السعرية للمنتجات المستوردة الأجهزة الكهرومنزلية النسب مصنعة من صنف سيكا دي احتلت المرتبة الأولى في قائمة الأموال المهربة عن طريق التصريح الكاذب في الكميات ثم واردات المواد الأولية الأليمنيوم والحديد وبعض صادرات كالطماطم التي تم تلاعب في أسعار تصديرها لإخفاء الأموال بالعملة الصعبة وإبقائها في الخارج وعدم إرجاعها للبلاد وحتى صادرة البصل والطمور لم تنج من التصريحات الكاذبة بخصوص الأسعار التي صدرت بها